منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في شهر أيار الماضي بدأ الانهيار الاقتصادي والسياسي يلوح في الحياة العامة في إيران حيث دفع هذا الانسحاب نظام خامن إلى العودة لمربعه الأول ما قبل توقيع هذا الاتفاق في عهد باراك أوباما وزيادة على ذلك فرضت إدارة ترامب حزمة عقوبات في السادس من شهر آبا الماضي استهدفت قطاع الصناعة والتجارة والأموال من عملات صعبة وذهب ومعادن ثمينة إضافة إلى استهدافها للبنوك القاضعة للنفوذ الإيراني لكن ما هو المنتظر بعد عدة أيام حين تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ تلك التي وصفها المسؤولون الأمريكيون بالأشد عبر التاريخ وجعلت الساسة الإيرانيين يقرون بضراوتها وفاعليتها إذ أن ما يميز العقوبات الجديدة استهدافها قطاع النفط باعتباره المورد الرئيسي للاقتصاد الإيراني إضافة لقدرة تلك العقوبات على عزل المؤسسات المالية الإيرانية عن المؤسسات المالية الدولية ما يعني ضرب طوق متين من العزلة الاقتصادية العالمية على طهران وبناء على ذلك تشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل يجعل النظام الحاكم عاجزا عن تدبير موارده وتغطية نفقاته ولسيما في الحروب الخارجية ويرى مراقبون أن نجاح العقوبات في بلوغ أهدافها المرجوة متوقف على قدرة واشنطن على الضغط على مستوردي الطاقة من إيران وإيجاد بدائل مناسبة لهم إضافة إلى إمكانية تغطية العجز الناتج عن وقف تصدير النفط الإيراني وفي حال عدم تحقق هذين الشرطين يبقى للنظام الإيراني مساحة إقليمية ودولية يناور فيها أملا في أن يطيل أمد بقائه